النهاردة استقبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني فخامة الرئيس استمع خلال اللقاء إلى عرض لتطورات الأوضاع في السودان فيما يتعلق بمصار الأزمة الرهنة وأكد فخامة الرئيس السيسي في خلال اللقاء ده أن مصر كانت وستظل دائما سند وعون للسودان الشقيق خد بالك من الجملة كده سند وعون للسودان كله خصوصا خلال الظروف الدقيقة تبقى لتعبير فخامة الرئيس اللي بيمر بها هذا البلد الجميل والعظيم طبعا مأخوز في الاعتبار الروابط التاريخية مأخوز في الاعتبار العلاقات الاجتماعية والإنسانية لما بين البلدين المصالح الاستراتيجية المشتركة اللي بتجمع البلدين الشقيقين وثق عزيزي المشاهد وعزيزاتي المشوء المشاهدة أنه مصالح السودان ومصر هي المصالح الأكثر ارتباطا ما بين كل المنطقة العربية وما بين كل القارة الإفريقية السودان ومصر فعلا تجمعهم وحدة مصير خذلك من ده طيب في اجتماع تاني استقبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد مختار ديوب وهو الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي ليه بقى؟ علشان يتكلموا في العلاقات ما بين مصر وما بين مؤسسة التمويل الدولية دور هذه المؤسسة في دعم أولويات التنمية اللي بتجرى في مصر خصوصا خلال الاتفاقيات المقرر توقعها ما بين الجانبين علشان المؤسسة هتقدم الدعم الفني والاستشاري لضمام التنفيذ الأمثل لوثيقة سياسة ملكية الدولة خد بالك احنا رحنا لمؤسسة دولية وبالتالي يصبح أو تصبح استشارات هذه المؤسسة هي استشارات محيدة لكل الأطراف فلما جي أنزل مثلا الطروحات بتاعتي يبقى في هذه الحالة هذه التقييمات هذه التسعير أو هذا التسعير الشكل الديو دالجينس المعمول أو المراجعات المعمولة على أي من المؤسسات كده التقرير محايد مية في المية من يريد أن يقبلوا أهلا وسهلا من لا يريد أن يقبلوا ثق 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 والكلام ده للمواطن المصري أن حكتك كويسة جدا 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 وتكسب خلونا نشوف تقرير ونرجع نكمل الكلام استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني والوفد رافي على المستوى المرافقة له وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس استمع خلال اللقاء إلى عرض لتطورات الأوضاع في السودان فيما تعلق بمسار الأزمة الراهنة حيث أوضح نائب رئيس مجلس السيادة مجريات الجهود الرامية لتسوية الأزمة وعلى النحو الذي يحافظ على وحدة وتماسك الدولة فضلا عن سبل التعاون والتنصيق لإصال المساعدات الإنسانية وتقديم الإغاثة كما أشاد بالمساندة المصرية الصادقة والحسيسة للحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعاطف الحرج الذي يمر به ومن بين ذلك استقبال أبناء السودان في وطنهم الثاني مصر معربا عن تقدير بلاده لدور الفاعل لمصر بالمنطقة والقارة الأفريقية بأسرها وقد أكد السيد الرئيس خلال اللقاء أن مصر كانت وستظل دائما سندا وعونا للسودان الشقيق خاصة خلال الظروف الدقيقة التي يمر بها أخذا في الاعتبر الروابط التاريخية بين الشعبين والمصلحة الاستراتيجية المشتركة التي تجمع البلدين الشقيقين كما أكد السيد الرئيس أن وقف الاقتتال وإطلاق النار بشكل دائم وشامل وبدأ عملية الحوار السلمي بما يفضي إلى تحقيق إرادة الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والتنمية هي الأولويات التي ينبغي تكثيف الجهود من أجل تنفيذها مؤكدا قيم مصر ببذل أقصى الجهد لتحقيق التهدئة وحقن الدماء ودفع مسار الحل السلمي ودعم مصر الكامل للسودان وتماسك دولته ووحدته وسلامة أراضيه كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتح السيسي السيد مختر ديوب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن اللقاء تناول مختلف أوجه العلاقات بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية ودور المؤسسة في دعم أولويات التنمية في مصر لسيما من خلال الاتفاقية المقرر توقعها اليوم بين الجانبين بشأن قيام المؤسسة بتقديم الدعم الفني والاستشاري لضمان التنفيذ الأمثل لوثيقة سياسة ملكية الدولة وفي ذلك الإطار سمن السيد الرئيس الشراكة المسمرة والتعاون البناء بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والصناعات التحولية والرعاية الصحية مؤكداً في هذا الصياق حرص مصر على الاستمرار في تعزيز الأصلاحات الهيكلية بما يساعد على تعزيز دور القطاع الخاص وتوفير مناخ إيجابي لكافة المستثمرين وأسواق المال العالمية من جانبه أشهد رئيس مؤسسة التمويل الدولية بعلاقات التعاون المتميزة بين الجانبين معرباً عن تطلع المؤسسة لتوقيع اتفاقية دعم برنامج الطروحات المصري وتقديم المشورة حول تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وفقاً لأولويات واحتياجات الحكومة ومنوهاً في هذا الإطار إلى الجدية الواضحة للدولة في تعزيز فتاح مناخ الأعمال وتجعيها لمؤسسة التمويل الدولية لزيادة البرامج المشتركة مع القطاع الخاص لتحفيز دوره في دعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة خاصة في هذه المرحلة الدقيقة على المستوى العالمي التي تتشابك فيها العديد من الأزمات المركبة والمعقدة لتفرض ضغوطاً كبيرة على معظم دول العالم مؤكداً استمرار المؤسسة في دورها لدعم التنمية الشاملة في مصر ترجمة نانسي قنقر